وزع مركز الملك سلمالي لغثة والعمال الإنسانية الفيسلة غذائية على النازحين في مدرية الجوبة التابعة لمحافظة مأرب ضمن مشروع توزيع 49 ألف سلة غذائية تستهدف محافظات مأرب البيضاء والجوف وصنعاء ويأتي هذا توزيع امتداد للمشروعات الإغاثية التي يقدمها المركز لجميع ابناء المحافظات اليمنية للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة التي يعيشونها توعدت الحكومة اليمنية خلال الاجتماع الذي عقدته في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة أحمد عبيد بن دغر توعدت بمعاقبة المجرمين والمسؤولين عن حملات التصفيات والاعدامات والاعتقالات لقيادات وأعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام التي ارتكبت ميليشيات الحوثي ومن يقف وراءهم مشيرة إلى أن ميليشي الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تمادت في اقتحام منازل السكان وانتهاك حروماتها وقتل كل من يعارض مشروعها الطائفي الإيراني وأضافت أن الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في العاصمة الصنعاء وفي عدد من المدن اليمنية ضد ميليشي الحوثي مستمرة حتى تحقيق الانتصار الكامل وجددت الحكومة دعوتها لكافة الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية بتوحيد جهودها تحت قيادة الشرعية للتخلص من ميليشي الحوثي الانقلابية وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والانتصار للانسانية التي تذبح على أيدي ميليشي الحوثي الانقلابية وفي التطورات الميدانية وصل الجيش اليمني تقدمه الميداني في محافظة الجوف معلنا تحرير مواقع جديدة شمال المحافظة بعد مواجهة مع ميليشي الحوثي وأفاد مصدر عسكري أن قوات الجيش تتقدم في هذه الأثناء نحو منطقة وجبال الأجاشر وسط فرار جماعي للمتمردين تطورات عسكرية كبيرة تشهدها العديد من الجباهات في اليمن بعد توجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي بتحرير العاصمة المختطفة صنعاء من براثن عملاء إيران قوات شرعية وعلى إثر ذلك طرقت أبواب محافظة الحديدة في عملية عسكرية واسعة تمكن الجيش اليمني خلالها من تحرير مديريتي الخوخة والحيس ومناطق تابعة لمديرية موزع قرب محافظة تعز حيث قتل وجرح أكثر من مئة مسلح حوثي أصبح الحوثي الآن بين كماشة القيش الوطني وبين كماشة الانتفاض الشعبية وأصبح في رمق أنفاسه الأخيرة الذي لن يقدر أن يتخارق إلا إما أن يعلن استسلامه أو يعلن انضمامه إلى المعتقل كما أعتقل آلاف الشباب وآلاف اليمنيين سينال اليوم الحوثي قزاه بعد ثلاث سنوات من الحرب الظالمة ضد هذا الوطن وضد إحراق البلد وضد نهب مؤسساته إلى ذلك شهدت جبهة ميدي الواقعة إلى الشمال من الساحل الغربي خلال الساعات الماضية معارك ضارية أسفرت عن مقتل خمسة عشر من ميليشيا الحوثي وبحسب مصادر في المنطقة العسكرية الخامسة فقد شنت ميليشيات الحوثي هجوما على مواقع تابعة لللواء العاشر والثاني حرس حدود إلا أن الميليشيات تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال أربعين ساعة تصدق أرقال المقاومة ببسالة وبشراسة ضد الغازي المعتدي ميليشيات الحوثي ضد اللواء وفي الزنوك ولكن أبطال المقاومات تم تصدي لهم مما قعل ميليشيات الحوثي يضربون بشكل عشوائي إلى داخل مدينة أما في الجوف فيستمر نزيف ميليشيات الحوثي الإيرانية بعد قيام الجيش اليمني بعملية عسكرية تمكن من خلالها تأمين الخط الدولي الذي يربط مديرية البقع بصعدة في الجوف بالإضافة لتحرير منطقة الجموشات بالكامل وخل الركاه وجبال الحرير سقط خلال كل ذلك العشرات من القتلى فيما تم أسرى أربعة وثلاثين حوثيا في الوقت الذي تطال الانتهاكات الإنسانية الآلاف من قيادات وأنصار حزب المؤتمر في صنعاء تواصل ألوية العمالقة المسنودة من المقاومة التهامية تقدماتها في أولى مديريات محافظة حديدة عماد حيدراء لتلفزيون المملكة العربية السعودية عدن اشتركوا في القناة